وآتاه الله الملكة والحكمة وعلمه مما يشاء قالوا هذه الصيغة تشير إلى علوم كثيرة علمها رب العالمين تبارك وتعالى لداود أقول لك يعلم ما شاء الله أن يعلم يشير شوه إلى سعة علم داود وإلى خبر داود حتى آل الملك إليه وأنا مرة ذكرت مجموعة خطب إذا تذكرون في رمضان الماضي عطاءات الله لداود كان أعبد الناس كان أجمل الناس صوتا كان أقوى الناس كان كل هذه العطاءات بسبب الأوراد التي كان يقولها قالوا كان ورده من الفجر إلى المغرب يسبح الله عز وجل من الصباح إلى المساء سحب واحدة يا جبال أويبي معه والطير وألن له الحديث من أعظم يا أخوانا الكرام مرة سألت أحد مشايخنا قلت له والله عندما نقرأ في كتب العلماء المتقدمين يكاد يصيبون الجنون كيف استطاعوا أن يجمعوا هذا العلم؟ شيء بالورقة والقلم ما بين حسد علوم لا نستطيع إذا قضينا حياتنا أن نفهم خمسها فضلا عن قراءتها تجد مثلا جلال الدين السيوطي ألف 1161 كتابا طيب 1161 كتابا لألفها هذه مؤلفاته كم قرأ السيوطي حتى ألف هذه الكتب؟ تجد مثلا أن ابن الجوزي يقول قرأته عشرة آلاف مجلد عشرة آلاف مجلد طيب قلت له كيف استطاعوا أن يقرأوا هذا الكم من المعلومات؟ قال لي كلمة واحدة قال السر في الأوراد من لم يكن له ورد لم يكن له وارد فالذي يريد أن يفتح الله عليه ينبغي أن يلهج بالذكر أن يلازم الذكر فالأوراد تختصر على الإنسان الأوقات تختصر على الإنسان المسافات تختصر على الإنسان الأمكنة والأشخاص يستطيع الذاكر أن يحصل في يوم ما لا يحصله غير الذاكر في عشرة أشهر أو في سنة كاملة سر يا أخوانا إنسان عنده ورد الله يكرمنا الله لا يحرمنا من لذة ذكره عنده ورد عنده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسبيح عنده الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل ورد من الأوراد مر زارنا عالم كبير في محهد الفتح الإسلامي جاء من مصر فنصح طلاب العلم ثلاث نصائح استغرقت معه أربع دقائق يعني جاي من مصر واجتمعنا معه جمعوا الطلاب في ساحة المحهد فنصحنا من النصائح التي لا أنساها أنه قال حافظوا على الأوراد العشرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم الأذكار المعروفة مطبوع كتاب الأذكار الشيخ نعيم الله يحفظه الشيخ نعيم الرقسوسي يستطيع الإنسان أن يواضب عليها فالأذكار يا أخوان شوفوا العبارة المختصرة من لم يكن له ورد لم يكن له ورد والله يا أخوتي كثرة القراءة ما بتعطيك طاقة كما يعطيك الذكر طاقة وابن عطاء الله سكندري بيقول عبارة بيقول ما أنفق عليك مثل فقرك ما أنفق عليك مثل فقرك بقدر ما يفتقر الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بقدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى شوفوا الآن داود كل عطاءاته التي تكلمنا عنها من شجاعة ونعم وصوت وجهد وطاقة في العبادة كل هذه شو سببها يا أخواننا سببها يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد قالوا أوبي يقال أوبت الإبل إذا سارت من الصباح إلى المساء سيرا متواصلا لم تنقطع فهو كان يذكر الله من الصباح إلى المساء ذكرا متواصلا لا ينقطع هذا البديل نحن لكان اليوم عمل نشكي أنه أخي مواقع التواصل والواتس أب يا أخي هالثلث ساعة والربع ساعة والساعة التي تفتح فيها مواقع التواصل اجعل وردا كل يوم مئة مرة أستغفر الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة في رواية مئة مرة اجعل لنفسك وردا من لم يكن له ورد ليس له ورد آخر قضية صليت على النبي صلى الله عليه وسلم